اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة من دورة تعليم برنامج اكسل في هذه المحاضرة رح ناخذ العمليات الحسابية في برنامج اكسل ورح ناخذ مثال تطبيقي حول العمليات الحسابية وشنون نطلع النتائج من خلال برنامج اكسل لو افترضنا انه في هذه الخلية عدنا 50 وفي هذه الخلية عدنا 60 ولو في هذه الخلية ردنا نطلع ناتج 50 زائدا 60 او اي ناتج بداخل هذين الخليتين طبعا توجد عدد طرق من ضمن هذه الطرق هو الجمع بواسطة العمليات الحسابية طبعا العمليات الحسابية اللي هو الجمع والطرح والقسمة والضرب رح ناخذ اولا الجمع طبعا نحدد الخلية اللي رد نخلي بها ناتج العمليات الحسابية بعدين نضغط على يساوي من لوحة المفاتيح ومن ثم نحدد الخلية الاولى ومن ثم زائد من لوحة المفاتيح بعدين نحدد الخلية الثانية ومن ثم اما نضغط انتر من لوحة المفاتيح اما نضغط على علامة الصح من هذا الخيار طبعا رح تطلع عندنا النتيجة اللي هي 110 الجيد في برنامج اكسل انو النتائج تكون دايناميكية يعني هذا الرقم لو صار مثلا 100 رح يكون الناتج 160 اي انو الناتج يتغير مع تغير نتائج الخلايا طبعا بامكاننا نجري العمليات الحسابية الاخرى مثلا الضرب يساوي الرقم الاول في اللي هو علامة النجمة من الكيبورد الرقم الثاني انتر رح يطلع عندنا الناتج وممكن القسم ايضا يساوي الرقم الكبير تقسيم الرقم الصغير انتر رح يطلع عندنا الناتج ممكن انو النقص يساوي الرقم الكبير ناقصا الرقم الصغير انتر طبعا بامكاننا ان نجري هذه العملات الحسابية على الارقام والتواريخ وان شاء الله في تطبيق هذه المحاضرة رح ناخذ مثال على اجراء العملات الحسابية على التواريخ طبعا لو أردنا حساب نسبة مئوية يعني مثلا لو أنا راتبي 500 ألف راتبي 500 ألف وأريد أستقطع نسبة 20% من هذا الراتب طبعا أحدد الخلية اللي أريد أستقطع بها 20% وأكتب يساوي وأختار الخلية اللي أنا أريدها وأضربها في النسبة المئوية في 20% بالمئة اللي هي علامة بالماء اللي هي أضغط shift ورقم 5 من الكيبورد رح تطلع النتيجة وحيطلع للنتيجة 100 طبعا حتى أتأكد من النتيجة لو أنا عندي 100 وأريد أخذ 50% أكيد 50% رح تكون 50 حتى أتأكد يساوي أحدد الرقم اللي أريد أستقطع من عند النسبة المئوية في النسبة اللي هي 50 ولابد أنه إياها أضغط على shift وخمسة اللي هو علامة بالمية بعدها انتر رح يطلع نتناتج 50 حتى أتأكد ممكن أنه يكون ألف رح يكون 500 وهكذا طبعا هذه النسبة المئوية نحتاجها كل شهواي بالرواتب إن شاء الله بالمحاضرات القادمة رح نحتاجها فأتمنى أن تفهموها حتى لمن أشرحها تكون وافعة لكم رح نأخذ مثال تطبيقي عملي مثلا لو أنا بشركة عندي موظفين وكل موظف يأخذ راتب على كل ساعة 10 ألاف دينار وأريد أحسب رواتبهم على عدد الساعات اللي هم مدومينها مثلا نقول التاريخ أو نقول الاسم وقت الدخول وقت الخروج وقت الدوام الفعلي أجرة الساعة الواحدة الأجور الكلية مثلا الاسم علي محمد وهكذا علي داوم ساعة 8 صباحا و30 دقيقة مثلا وقت الخروج ساعة 4 مساء طبعا حتى أكتب أربع مساء لازم أكتب بطريقة الأربع وعشرين ساعة يعني الأربع مساء رح تكون ساعة 16 و30 مثلا محمد داوم ساعة 8 ضبط ووقت الخروج ساعة 3 15 تمام أريد أعرف وقت الدوام الفعلي وقت الدوام الفعلي هو وقت الخروج ناقصا وقت الدخول يعني الفترة ما بين وقت الدخول ووقت الخروج هو وقت الدوام الفعلي حتى أحسب الدوام الفعلي يساوي أنقص تاريخ الخروج ناقصا تاريخ الدخول انتر طبعا 8 ساعات دوام علي دوام محمد أيضا أقدري أما أسوي هاندل من خلال هذه العلامة وأحسب النتيجة أو أحسبها مرة ثانية بنفس الطريقة حتى تكون واضحة عندكم يساوي وقت الخروج ناقصا وقت الدخول انتر سبع ساعات أجرة الساعة الواحدة قلنا 10 آلاف دينار طبعا ممكن 10 آلاف دينار أكتبها بها الطريقة وأسوي هاندل للبقية الأجور الكلية تساوي لي عدد الساعات في أجرة الساعة الواحدة طبعا إذا ألاحظ أنه عدد الساعات هنا على شكل وقت والأجرة الساعة الواحدة على شكل رقم أي أن الأرقام بوحدات مختلفة هنا الوحدة برقم هنا الوحدة بزمن فحتى أوحد الوحدات أضرب الناتج في 24 حتى يطلع لي النتيجة بنفس الوحدة طبعا يساوي أجرة الساعة الواحدة في عدد الساعات في 24 هذه الـ 24 وجودها لغرض توحيد الوحدات لغرض جعل ساعة ثمانية كأنما رقم ثمانية وساعة أو سبع ساعات كأنما رقم سبعة بعدها انتر رح يطلع لي الوقت طبعا صفر طبعا حتى أعالج هذه المشكلة أروح على الصفحة الرئيسية وأختار عام اختار عام رح يطلع لي الأجور اللي هي ثمانين ألف طبعا أقدر أسوي هندل رح يطلع لي سبعين ألف لمحمد طبعا رح أعيد النتيجة حتى توضح يساوي أجرة الساعة الواحدة في زمن الدوام الفعلي أو وقت الدوام الفعلي في 24 لغرض توحيد الوحدات أوكي بعدين أحدد الخلية وأروح على الصفحة الرئيسية ومن مخصص أختار عام حتى تطلع لي النتائج بشكل دقيق طبعا أقدر آخذ مثلا منتسب آخر أخير نقول مثلا كرار دوام ساعة 39 دقيقة أو 40 دقيقة ووقت الخروج ساعة 13 و 33 دقيقة وقت الدوام الفعلي طبعا أقدر أنه أسوي هندل ونقدر أنه بشكل مباشر يساوي وقت الخروج ناقصا وقت الدخول انتر أجرة الساعة الواحدة طبعا ممكن أنه نسوي هندل الأجور الكلية يساوي أجرة الساعة الواحدة في وقت الدوام الفعلي في 24 لغرض توحيد الوحدات بعدها انتر ومن ثم نحدد الخلية ومن مخصص ضمن الصفحة الرئيسية نختار عام راح تطلع عنا هذي النتيجة طبعا هنا نطلع عنا كسر عندنا كسور في الدقائق وكسور في الدقائق أصبح عندنا هذا الكسر طبعا حتى أجاوز هذه الكسور العشرية لأن ما أحتاجها ممكن أنه من الصفحة الرئيسية من مجموعة رقم أنه أضغط على هذا الخيار اللي هو انقاص المنازل العشرية طبعا هذه انقاص المنازل العشرية هذا الخيار أضغط عليه مرتين ويطلع لي هذا النتيجة 28833 دينار طبعا هذا مثال عملي واقعي ويحتاج الكثير من الشركات والمؤسسات حتى نحسب أجور العاملين لأن أغلب الشركات الأهلية وحتى الشركات الحكومية في بعض الأحيان يعتمدون نظام الأجرى بالساعات طبعا تطبيق هذه المحاضرة هو عمل هذا المثال نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإبنه تعالى